البقاء والدوام لله إن لله وإن إليه راجع أعلن كثير من الفنانين منذ قليل ومنهم الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان أحمد عبد الحي كما أعلن صديقه الفنان أحمد السلكاوي منذ قليل أيضا وفاة صديقه الفنان أحمد عبد الحي أثناء إجراءه عملية جراحية بمعهد نصر وكتب السلكاوي منشورا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه توفي إلى رحمة الله الفنان أحمد عبد الحي إن لله وإن إليه راجع وكان أحمد السلكاوي أمسق الطلبة من أصدقائه التبرع بالدم العبد الحي حيث كتب عبر فيسبوك أصدقائي صديقنا الفنان أحمد عبد الحي زوج صديقتنا سلوة عزب هيعمل عملية بكرة في معهد ناصر محتاجين عشر متبرعين بالدم ضروري بكرة الساعة تسعة الصبح دعواتكم بالشفاء العاجل وإن العملية تنجح بما شئت الله وربنا يجعل تعبكم لوجه الله في ميزان حسنتكم الفنان أحمد عبد الحي توفي صباح اليوم ستة نوفمبر عشرين واحد وعشرين إن لله وإن إليه راجعون الفنان أحمد عبد الحي بدأ مسيرته الفنية في نهاية التسعينات وقد أدوار سانوية في السينما والتلفزيون وشارك في العديد من الأعمال المسرحية وبعض من أعماله فيلم صيدي في الجامعة الأمريكية واشترك في فيلم أرض الخوف وفيلم أصحاب ولا بيزنس وفيلم معالي الوزير كان بيعمل دور البلياتشو وفي مسلسل السندريلا وفي مسلسل الجماعة الجزء الأول وفي مسلسل ربع رومي وشارك في مسلسل طلق حظ في 2019 وفي عشرين عشرين شارك في مسلسل عمر ودياب وأخيرا في عشرين واحد وعشرين كان شغال في مسلسل وادي الكن الممثل أحمد عبد الحي في ذمة الله حيث توفي منذ قليل اليوم ستة نوفمبر عشرين واحد وعشرين اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعضه اللهم اغفر الله وارحمه اللهم نقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم لقنه حجته وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجع